وصلنا معكم مشاهدين الكرام في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة أخبار الأمال والأعمال مع ليلى عمر إليك شكرا لكم أدا ومصطفى ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مساعد وزير الطاقة الأمريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون براد كرافتري وخلال اللقاء أكد وزير البترول أهمية العمل مع الولايات المتحدة في إطار المبادرات الدولية المشتركة لتحقيق مزيد من التعاون وتوفير الحلول والتكنولوجيا اللازمة لخفض الميثان مضيفا أن قطاع البترول والغاز المصري الذي يشارك في المبادرة الدولية صفر امبعاثات منذ قمة المناخ في جلاسجو يحقق تقدما مستمرا في مجال خفض الامبعاثات الكربونية من جانبه أكد مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية أن بلاده تثمن استجابة مصر المتميزة والجادة وجهودها في مجال خفض الامبعاثات بصناعة البترول والغاز صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش والذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطع سياحة في مصر وأشار المركز إلى توقعات الوكالة بزيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.16% على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022 بما ينعكس على الإيرادات السياحية التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها أكد رئيس جنوب أفريقيا سرل رامافوز أن بلاده ستنظم في أغسطس المقبل قمة مجموعة بريكس والتي دعا إليها الرئيس روسي فاديمير بوتين وذلك رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية وأضف رامافوز أن القمة المقبلة ستكون حضوريا ولم تكون افتراضية ولم يشير مفوز إلى حضور بوتين أو عدم حضوره علما بأن الأخير مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أبرمى الاتحاد الأوروبي ونيوزيلاند اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30% في غضون عقد تم توصل إلى الاتفاق في يونيو من عام 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات ووصفته رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين لأنه طموحة الآن بعد أربعة سنوات من المفاوضات نوقع اتفاقية تجارة حرة إنها اتفاقية تجارة حرة طموحة ومتوازنة أعتقد إنها توفر فرصا عديدا لشركاتنا المعنية بهذه الاتفاقية ينبغي أن نكون قادرين على زيادة التجارة بيننا بنسبة 30% هذه أخبار ممتازة للشركات في نيوزيلاندا والاتحاد الأوروبي ختم جولتنا لاقتصادي عودة مرة أخرى لأدى ومصطفى إليكم من جديد شكرا ليلة عمر على هذا العرض الاقتصادي